بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ اليوم بتسجيل مادة أنظمة التشغيل Operating Systems باللغة العربية كنت قد رفعت فيديوهات هذه المادة باللغة الإنجليزية إلا أن العديد من المشاهدين طلبوا رفعها باللغة العربية حيث ستحتوي الشرائح على النصوص باللغتين العربية والإنجليزية طبعاً يجب معرفة المصطلحات باللغة الإنجليزية وخاصة أن أغلب المراجع في هذه المادة باللغة الإنجليزية من جهة ومن جهة أخرى فإن عدد من الطلاب يرغبون بإكمال دراستهم وبالتالي لابد أن نتعرف على المصطلحات على الأقل بالإنجليزية نقطة أخرى بالنسبة لهذه الفيديوهات أيضاً أبدأ العديد من المشاهدين ملاحظة بالنسبة للفيديوهات الطويلة حيث على ما يبدو أن الأغلب يحبذ الفيديوهات القصيرة لذا سأحاول قدر الإمكان أن أجزئ الفصل الواحد إلى عدة فيديوهات في أغلب الجامعات الكتاب المقرر هو Operating System Concepts تأليف كل من أبراهام سيلبرسكاتش، بيتر غالبين وغريغانيا وهو في عدة إصدارات الطبعة الحديثية العاشرة ويمكن في العديد من الفصول استخدام الطبعة التاسعة وحيث أنها جميع المتوفرة كPDF مجاناً فأنصح الدارس باستخدام الطبعة لأحدث هذه المادة في أغلب الجامعة العالمية هي مادة تخصص إجبارية لجميع طلاب علوم الحاسوب وهندسة الحاسوب وفي أغلب الحالات لجميع تخصصات تكنولوجيا المعلومات تهدف المادة بشكل عام إلى تعريف الطالب بأساسيات أنظمة التشغيل، هيكل أنظمة التشغيل، الخدمات التي تقدمها أنظمة التشغيل سواء بالنسبة للمستخدم أو بالنسبة للمعدات فهي من جهة تهدف إلى تسهيل اتصال المستخدم مع المعدات وتجعل طريقة استخدام المعدات مريح وبالنسبة للمعدات فهي تقوم بإدارة جميع مكونات الحاسوب وكذلك استخدام هذه المكونات بشكل فعال Use in an efficient manner كما وتهدف المادة إلى تعريف الطالب كيف يقوم نظام التشغيل بإدارة جميع موالد الجهاز بدلا من إدارة العمليات Process Management وحدة المعالج المركزية CPU الذاكرة الرئيسية RAM وكذلك التعامل مع الذاكرة الافتراضية Virtual Memory الذاكرة المساعدة أو الخارجية Secondary or Accelerate Storage إدارة الملفات File Management إدارة عمليات الإدخال والإخراج Input Output Management الأمن والحماية Protection and Security وغيرها يقع الكتاب في 21 فصلا الفصل الأول مقدمة Introduction حيث نتعرف في هذا الفصل على مهام ووظائف أنظمة التشغيل على تنظيم وهيك الحاسوب على العديد من عمليات أنظمة التشغيل فو مركزي في هذا الفصل هو المقاطعة Interrupt أكثر المواضيع في هذا الفصل تناقش بشكل سريع ومختصر حيث يتم التعرف على أغلب هذه المواضيع بشكل مفصل في الفصول التالية الفصل الثاني هيكل نظام التشغيل حيث نقوم في هذا الفصل بتعرف على هيكل نظام التشغيل واجهات أنظمة التشغيل وواجهات المستخدم وموضوع مركزي هو استدعاة نظام System Calls وغيرها المفهوم المركزي في أي نظام تشغيل هو العمليات Processes في الفصل الثالث سنتعرف على مفهوم العمليات على جدولة العمليات على العمليات على العمليات وسنتعرف كذلك على أنواع الاتصال المختلفة بين العمليات Interprocess Communication الفصل الرابع الخيوط والتزامن Threats and Concurrency الفرق بين الخيوط والعمليات أنواع الخيوط ومقارنة بين الخيوط والعمليات الفصل الخامس جدولة وحدة المعالجة المركزية CPU Scheduling سنتعرف على عوامل الجدولة Scheduling Criteria خوارزمية الجدولة Scheduling Algorithms مثل First come first third خدمة من يأتي أولاً Shortage first الجدولة حسب الأقصر Priority Scheduling الجدولة حسب الأولوية Round Robin Scheduling وغيرها في البصلين السادس والسابع سنتعرف على أدوات المزامنة Synchralization Tools وعلى أمثلة التزامن Synchralization Examples في البصل السادس مشكلة القسم الحالجي Critical Section Problem حل Peterson Peterson Solution استخدام المعدات للتزامن Hardware Support for Synchralization لقفاء اللاكس الإشارات سيمافورس الشاشات منيتورس وغيرها ومن أهم المشاكل في البصل السابع مشكلة الفلاسفة Dining philosophical problem مشكلة القارئ الكاتب Reader Writer Problem مشكلة العازل المقيدة Founded Buffer Problem وهذه المشاكل الثلاث تعد أمثلة الكلاسيكية على التزامن في البصل الثامن المعازق أو الاختناق Deadlocks تعريف الاختناق الشروط التي يجب أن تتحقق في حالة الاختناق وكيف يمكن أن نهاجم هذه الشروط لحل المشكلة الطرق الرئيسي للتعامل مع الاختناق هي من حدوثه أو ظهوره Deadlock Prevention and Avoidance في حالة وجوده كيف يمكن اكتشافه Deadlock Detection وفي حالة اكتشافه كيف يمكن التخلص من Recovery from Deadlock في فصلين التاسع والعشر سنتعرف على الذاكرة الرئيسية وعلى الذاكرة الافتراضية في الفصل التاسع سنتعرف على عدة حلول لإدارة الذاكرة Memory Management Solutions مثل تقسيم الذاكرة إلى أجزاء ثابتة Fixed Memory Partition أو إلى أجزاء متغيرة Parable Memory Partition تقسيم الذاكرة إلى صفحات Paging وتقسيم الذاكرة إلى شرائح Segmentation في فصل العاشر سنتعرف على الذاكرة الافتراضية ما هي حسنات الذاكرة الافتراضية وما هي التكلفة مقابل هذه الحسنات ومن المواضيع المركزية في هذا الفصل بيجر Placement Algorithms خوارزميات تبديل الصفحات أي إذا لم يكن هناك صفحة فارغة في الذاكرة فيجب اختيار صفحة قضاحية بكتم وأحضار الصفحة المطلوبة مكان هذه الصفحة في الفصل الهداعش هيكل التخزين الشامل Mass Storage Structure في الواقع هنا تعريف عام بهاك التخزين الشامل جدولة القرص مستويات القرص وغيرها في الفصل الهداعش أنظمة الإدخال والإخراج معدات الإدخال والإخراج واجهات الإدخال والإخراج Kernel Input Output Subsystem نواة الإدخال والإخراج الفرعي تحويل طلبات الإدخال والإخراج إلى عمليات معدات Transforming IO Request to Hardware Operations وغيرها الفصول 13 14 15 مخصصة للملفات تعريف بالملفات ضرق الوصول للملفات هياك الأدلة هيكل نظام الملفات تطبيق الأدلة Directory Implementation Allocation Methods ضرق التخصيص Free Space Management إدارة المساحات البارغة وغيرها في الفصلين 16 و 17 الأمن والحماية Security and Protection حيث سنقوم بتعرف على كل من مفهوم الأمن والحماية الفرق بين الأمن والحماية الطرق المختلفة للتعامل مع كل منها الفصل 20 نظام التشغيل Linux والفصل 21 نظام التشغيل Windows وفي أغلب الحالات تترك هذه الفصول للدراسة الذاتية Linux من الأمن على نظام التشغيل المفتوحة Open Source بعكس الWindows حيث البرامج التي تشكل نظام التشغيل Windows غير معلنة من الشركة كما يحتوي الكتاب في الجزء العاشر على ملاحق Appendices مفيدة جدا للدرس ملاحظة أخيرة جميع فصول هذا الكتاب كاملة هي مادة بكالورس هذه مقدمة سريعة قبل البدء بتسجيل فيديوهات المادة شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته